هل يجوز للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة ولا ينزل للسجود؟ نعم يجوز أن السجود التلاوات مستحب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم صورة النجم وسجد فيها في مكة وترك السجود في المدينة وعمر رضي الله عنه قرأ صورة النحلف وصلاة السجدة على المنبر فنزل فسجد وجاء في اليوم التالي قرأ نفس الآية على المنبر فلم يزل ولم يزجد بل قال أيها الناس إنا نمر بالآية فيها السجدة فمن سجد في حسن ومن لم يزجد فلا شيء عليه